وللمتابع ينضم إلينا من موسكو عائد ياغي مسؤول المبادرة الوطنية الفلسطينية في غزة سيد عائد ما أبرز ما خرج به حوار اليوم من نتائج؟ يعني بداية دعيني وباسم جميع الوفود المشاركة في هذا الحوار أن نتقدم بالشكر للدولة الصديقة روسيا على دعوة وفود الفصائل الفلسطينية للحوار والنقاش في التداعيات المترتبة في القضية الفلسطينية وخاصة حالة الانقسام وكيفية مواجهة جميع المخططات الدولية والإسرائيلية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية يعني في موسكو هذا ليس اللقاء الأول هذا هو اللقاء الثالث على مدار السنوات الماضية احتضنت موسكو العديد من الفصائل الفلسطينية وناقشة الوضع السياسي وكانت الدعوة بشكل رئيسي يعني بهدف يعني دفع الفلسطينيين أكثر إلى الحوار وإلى الوحدة والتوحد حسب الاتفاقيات التي تم توقيعها مسبقا منذ عام 2005 وحتى عام 2017 في القاهرة برعاية يعني مثمنة ومقدرة من الأشقاء في جمهورية مصر العربية يعني صحيح يعني جميع الوفود قدمت هنا إلى موسكو ونحن ندري حجم الخلاف والتباينات العديدة والمختلفة في المواقف لجميع الأطراف الفلسطينية وكنا أيضا لا نتوقع أن تحل هذه الخلافات بشكل يعني عاجل وسريع وخاصة يعني أن هذه التفاصيل تحتاج إلى حوار آخر وهو يعني هناك إجماع من الكل المشارك من الكل الفلسطيني المشاركين في حوار موسكو أن هذه التفاصيل وموضوع الحوار الفلسطيني وموضوع إنهاء الانقسام يجب أن يستكمل في العاصمة المصرية القاهرة وهي الأقدر على حل جميع الخلافات وإيجاد المقاربات المناسبة حول المحاور الممتدة للمناقشة في القاهرة بالإضافة إلى ملف المصالحة وإنهاء الانقسام يعني صحيح كما ذكرت يعني الأجواء كانت بشكل عام إيجابية بين الوفودة المشاركة تم التركيز في النقاش كما ذكرت على أن الدور الروسي يأتي مكملا للدور المصري ولا يشكل بديلا له وأيضا تم الترك إلى أهمية التوحد الفلسطيني والوصول إلى وحدة وطنية حقيقية عبر تنفيذ الاتفاقيات السابقة حتى يتفرغ الفلسطينيين للتصدي لجميع المخططات وفي مقدمتها صفقة القارن وخاصة مع تزامن عقد المؤتمر الدولي أو مؤتمر وارسو والتي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا وأيضا لكبح جماع بعض الدول العربية التي تهروا للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي كيف يمكن استثمار هذا الموقف الروسي الداعم خاصة أن تنديد لافروف بصفقة القرن جاء واضحا؟ نحن كفلسطينيين نحتاج هذه الوقفة وهذا الموقف الروسي القوي الداعم لموقفنا وخاصة عندما نعلم بأن جميع الأطراف الدولية تلعب لصالح الطرف الآخر وهي تقف ضد الحقوق الوطنية المشوعة للشعب الفلسطيني جاء الدور الروسي في توقيت مناسب وهو يعمل على دفع الفلسطينيين للتوحد حسب الاتفاقيات التي وقعت والتي أعلن معظم الفصائل الفلسطينية رفضها سواء لصفقة القرن أو لجميع الحلول التصفية التي تستهدف تصفية الغاضية الفلسطينية وفي مقدمتها الحلول الأحادية الجانب وغيرها أكدت الفصائل الفلسطينية المجتمعة اليوم غالبيتها باستثناء الأخوة في حركة الجهاد الإسلامي على أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وأيضا أكد الجميع على مرة أخرى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني يعني هذين المطلبين هم الأساس في دفع وإعطاء قوة للتحرك الروسي القادم والمنتظر يعني المنتظر الآن من روسيا الصديقة أن تحمل هذه النتائج نتائج الحوار إلى المجتمع الدولي وتتوجه إلى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات سواء العربية كجامعة الدول العربية والإقليمية منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات الدولية أن هذا هو الموقف الفلسطيني وستقوم روسيا الصديقة بالإضافة إلى دول أخرى بدعم هذه المواقف والتصدي لجميع المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية وتصفيتها إذن سيد عائد ياغي مسؤول المبادرة الوطنية الفلسطينية في غزة كنت معنا من موسكو شكرا جزيلا لك